استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية مؤكدا تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية السادة المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وهم السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري والسيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والسيد عبدالسند يماما رئيس حزب الوفد وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للسيد الرئيس المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد ترحيب السيد الرئيس بالسادة المرشحين مؤكدا تقديره لآدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري ومشيرا إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسؤوليته الوطنية من جانبهم حرص السادة المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة للسيد الرئيس مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا ومعربين عن خالص تمنياتهم للسيد الرئيس بالتوفيق والسداد بما يحقق مصالح الوطن التي تعد الهدف الأسمى لكافة الأطياف السياسية الوطنية خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد عرض السادة رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر والمواطنين حيث ثمن السيد الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة مؤكدا أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في المجتمع يعد مكونا جوهريا لتطور المجتمع وسمة أساسية للجمهورية الجديدة